أعزائي المشاهدين كما نشاهد الحالة الجوية الآن في محافظة جراش ونحن الآن على منطقة التحويلة تحويلة سيلة الزرقة الذي يعني الحمد لله في هذا المنخفض لم نلاحظ حدوث أي شيء في هذه المنطقة منطقة تحويلة ونرجو الله أن تبقى الأمور كما هي عليه الآن يعني نرى الآن السير على هذه التحويلة بأربع مسارب صعود إلى أربد ونزول إلى العاصم عمان الحمد لله رب العالمين نرجو أن تبقى الأمور على هذه التحويلة في هذه المنخفضات وغيرها القادمة إن شاء الله تبقى سالكة لهذه التحويلة تربط محافظات الشمال بالعاصم عمان أعزائي المشاهدين مستمرين معكم في هذه التغطية إن شاء الله نستكمل وإياكم الجولة التي يقوم فيها فريق الأث الخارجي التابع لقناة الحقيقة الدولية وكل ذلك طبعا ضمن غرفة الطوارئ التي أطلقت الحقيقة الدولية لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الأردنية الهاشمية النقطة الثانية في هذه الجولة في محافظة عجلون وتحديدا من سلسلة جبال عجلون الراسخة الشامخة كما تشاهدون في الصورة سلسلة الجبال التي تتنشق الآن وتنامس السحاب في محافظة عجلون وتأتيكم هذه المشاهد عبر وحدة البث الخارجي لقناة الحقيقة الدولية وغير بعيد من مكاننا الآن قلعة عجلون الراسخة الثابتة التي نشاهدها بالصورة في هذه اللحظات درجات الحرارة متدنية جدا في هذه المنطقة ودعونا نعرف المزيد أكثر حول هذه المنطقة وتحديدا قلعة عجلون أو قلعة الربط كما يطلق عليها أصحاب هذه المنطقة والمعلومات طبعا مع سعادة الدكتور زكريا الشيخ السلام عليكم دكتور مرة أخرى وعليكم السلام والله يعطيك العافية طبعا كما أسلفت بدأ المنخفض الجوي بالانحصار نحن نرى الآن الغيوم والسحاب قد بدأت تنحصر شيئا فشيئا والسماء الزرقاء بدأت تظهر ونرى هنا المشهد البانوراما الرائع الجميل لعجلون بعد المحطة الأولى جرش نحن الآن في عجلون ونشاهد أيضا هذا المعلم التاريخي الكبير وهو ما يسمى قلعة عجلون أو يسمى قلعة الربط أو تسمى قلعة صلاح الدين الأيوبي كذلك طبعا هذه ضمن سلسلة جبال بني معروف وهذه سلسلة الجبال أيضا المطلة على فلسطين الذي ساهم ببناء هذه القلعة هو القائد المعروف عز الدين أسامة وهو من قادة البطل صلاح الدين الأيوبي وقد اتخذ من هذه القلعة التي بنيت عام 1184 ميلادي أو ما يقارب ال580 هجري للهجرة هذه القلعة استخدمت أيضا من القلاع التي انطلقت منها جحافل الإسلام والمسلمين جحافل صلاح الدين الأيوبي لتحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى ومنها ومن قلاع أخرى أيضا في مصر وفي سوريا وفي لبنان انطلقت كذلك جحافل القائد المسلم البطل صلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس إن شاء الله أيضا تكون هذه الأرض أرض الحشد والرباط هي أرض تنطلق منها جحافل الإسلام وجحافل الجيش العربي لتحرير أولى القبلتين لتحرير فلسطين التاريخية من بحرها إلى نحرها الحمد لله يعني سقيا رحمة لا سقيا عذاب بإذن الله أمطار غزيرة سقطت بالأمس لا يوجد هناك أي ثلوج كما نرى وتوقفت الآن توقف سقوط الأمطار وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نستمر بجولتنا سوف نذهب الآن قليلا إلى الشمال قد نصل إلى المفرق ومن ثم إلى إربد طبعا في المفرق هناك ثلوج في تلك المنطقة وأمطار غزيرة في إربد طبعا مناطق الجنوب نحن الأخبار والصور من مندوبين هناك منطقة بصيرة القادسية الطفيلة فيها ثلوج كثيرة وغزيرة منطقة الكرك أيضا لواء المزار الجنوبي أيضا فيه ثلوج في تلك المنطقة وإن شاء الله الحقيقة الدولية تستمر ضمن جولتها الميدانية ولكن نغتنم الفرصة نستمتع برحمة الله سبحانه وتعالى بالأمطار ونتقف أنفسنا أيضا بالتاريخي وبالسياسة نسيح في الأرض ونرى يعني جمال الخالق سبحانه وتعالى خلق الخالق سبحانه وتعالى جمال الطبيعة جمال الأردن هذه البلد السياحي الطيبة فإذا رأينا هذا المشهد البانورامي الآن لعجلون الجبال هضاب الجبال تلامس السحاب والشمس تندمج مع الأمطار ويعني منظر جميل جدا وأيضا دفء الجو أو برودة الجو تندمج مع دفء المواطنين في هذه المنطقة التي تشكل هذا المزيج هذا الخليط هذا يعني المكون للشعب الأردني العظيم الكبير هذا الشعب الأردني المتآلف بنسيجه الاجتماعي فجمال الطبيعة مع جمال البشر وجمال المواطنين مع رحمة الله سبحانه وتعالى وأيضا يعني التاريخ يتألق في هذه اللحظات حينما ننظر إلى بطولات المسلمين صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه هذا القائد الشهم البطل الذي نراه هنا إذن مشاهدين على الرغم من أنكم تشاهدون الشمس تشرق على جبال عجلون إلا أن الأمطار الآن تنهم ارتباعا على هذه المنطقة